أهلاً وسهلاً بحضراتكم مرة أخرى عزيزية المشاهدين خلوني أراحب دفي في هذه الفقرة نجم الكبير كابتن أمين عرابي دفنا في هذه الفقرة زي كابتن أمين كابتن أسلام إزاليك أنا اللي متشرف معاك وسعيد بوجودي معاك وسنة سعيدة إن شاء الله وبداية موسم جيد بإذن الله شفت المباريات النهاردة ولا؟ أه تفرجت على ماتش أسوان وتفرجت على الماتش المصري وسيراميكا البانك ما شفتوش مش قوي ماتش أسوان يا رأيك فيها كابتن أسوان هو بس الماتش كان مقفول قوي وقلقني من بعض كان بداية أي دوري الدنيا ما كانتش مظبوطة أسوان بدأ شوية في الشيط الأولاني يعني بس الاتحاد عارف يقطف الماتش في الآخر بس الاتحاد الشيط تاني كان أفضل تاني بكتير أفضل بكتير لأنه هو الرجل غير من طريقته ولعب طريقة يعني غير الطريقة فبدأ يهاجم أكتر أسوان كان كاشش شوية مش عايز يتغلب بداية الدوري فأعتقد أنه هو يعني مكسبه يستحقه النهاردة رغم أن أسوان برضه طبعا مع الكابتر الربيع كنت أتمنى أنا كبلدي أسوان وكابتر الربيع ما كنتش أتمنى أنه يتغلب لكن المباراة الحقيقة النهاردة ما بين الفريقين بداية دوري وكله بقلق وكله حذر وكل حاجة ولكن في النهاية أنا شايفها مباراة حلوة يعني حلوة بس مش يعني أنا عايز أقول لها حاجة شو بقى الفرق بينها وبين المصر وصيراميكا جيم مفتوح يمكن الجو والبقر لا طبعا الجو بيفرق أنا معاك بس الجيم مفتوح الفريقين عايزين عايزين يكسبه أي نعم المصري ما كانش كويس الشوت الأولاني الشوت تاني تحسن شوية بعد الهدفين طبعا اللي جوم فيه لكن ماتش مفتوح تحس أنه في كورة والناس عايزة تكسب والناس عايزة تلعب ده اللي فرق بين الماتشين بين أسوام وبين الماتش التاني طريقة لعب الاتحاد زي أنا كان معايا كابتن محمد عبريم وانا ببريكله قال لي احنا الأول كنا بنلعب ثلاثة في وسط الملعب وبعدين غير لعب أربع أربع أثنين غيرنا طريقة اللعب وبالتالي نزل مهاجم تاني ما بقولوله هداف الاتحاد السنة اللي فاتت عمل ضغط وهجومي على أسوان ده أنا بعتبره بقى ده زكاء مدرب بمعنى إيه إحنا بنتكلم كتير ونقعد نقول المدرب بيقرى الماتش وما بيقراش الماتش مظبوط النهاردة المدرب ده يعني هو ده اللي قرى الماتش الشوت الأولاني لعب ثلاثة فيندر أمن نفسه كويس قوي ما عارفش فرقة أسوان أقل عبها ماتش ودي لكن الماتشات الودية بتختلف تماما عن الماتشات الرسمية أمن نفسه كويس قوي ما جاش في جول الشوت الثاني شاب فرقة أسوان أنها ممكن يهاجم وممكن يعدي وممكن يكسب غير طريقة اللعب بلعب اتنين فراودة وأعتقد أنه برضو أنا يعني من الناس اللي معجبين رغم أنه هو لسه طبعا ما بنش قوي مستر كولار برضو في ماتش المانستيري اللي هناك أما غير فراودة بفراودة ونزل زو العدد الفراودة في الآخر وكسبنا الماتش في الآخر دي قراءة المباراة الجيدة للمدرب ترجمة نانسي قنقر